بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل شرح الجي كود الفجر قدامنا اضح لي بعض الكود وكيفية انها تتحرك مع شغلانا فلو جيد بقول ايه ادي جي زيرو اللي هو ايه جي زيرو زيرو اللي هو رابد ترافرس فانا بمص بألاي ان التول ادي هنا عند النقطة فعايز احرك التول طبعا انا away from the work piece اخذ بالك ان ال time is cost تفيه تكلفة بتفعها في المشين وهي شغالة فانا عايز ايه من هنا ده ماشي في الهواء فانماشي في الفراغ فلازم ايه ان انا اعمله ايه جي زيرو زيرو رابد ترافرس وبابا مش سوله لك بايه زي ايه الطيارة منطلق بسرعة من النقطة دي الى الهوم بوزيشن بتاعه طب تعالا بقى على جي زيرو وان شوف جي زيرو وان هتختلف الامور هنا اللي هو ايه linear interpolation اللي هو straight line movement فانا عايز اعمل slot زي ده فبدأت من النقطة دي ومشيت الى ان وصل التول لهذه النقطة بيمشي ازاي قال لي لا ده هنا لازم under controlled feed rate بيشتغل بيها فبيقول لي ده عامل زي ايه المحراث اللي بيحرث في ال ايه الارض في التربة عشان يعمل فيها المجر ويه الجروفز اللي موجودة دي طب تعالا لجي زيرو 2 لو ايه circular interpolation clockwise يعني ايه بقى يعني انا عايز اعمل الارضايه ذا اظторов بس همشي في ايه discoveries الطائرة قويز اتقاه عقارب الساعر انا في ايه ار seriously في القتر ماشى ازاي اعمل له ايه أنا لازم اكرم المحين دي اللغة اللي بتفهمة بي اقول له υوم الساعر 2500 اه ايراتى المحين فهمت في هذي الحالة اني انا محتاج ان انا اعمل اه ارق بس الارضايه لكن الارضايه إتقاه عرباء الساعر quas emerged الساعر الارضايه ذا اخدام العقارب الساعرالة في عكس عقارب السعادة Circular Interpolation Counter Clockwise خلاص نيجي بعد كده نشوف أن أنا عندي بيقول لي إزاي G01 G02 and G03 could move the axes under controlled feed rate يعني هنا بتحرك أنا بتحرك دخل أنا بزيل I'm removing metal from the workpiece فده بيبقى لازم under controlled feed G01 باش رحالك is used for straight line movement التالي شرحنا في السلايد اللي فات linear interpolation وين G03 G02 و G03 واحدة بتتحرك كل كواز اللي هي G02 والتانية اللي هي G03 بتتحرك counter كل كواز اللي يعملوا ودول بنستعملهم عشان نعمل بيهم Arc and Circles لو عايز أعمل Arc and Circles نيجي بعد كده نشوف دي ال Common Codes اللي موجودة عندنا اللي هما بنبدأ بـ G00 اللي نقلنا rabbit traverse شرحتها و G01 دي طبعا G00 بيقول لي اخد بالك في بعض الأكواد للميلين وفي بعض أكواد اللي هما اللي هما اللي هما اللي هما اللي هما G01 و G00 و G01 و G02 يبقى كل دول اقدر استعمالهم في اللي هما في اللي هما في اللي هما و في الميلينج و نيجي بس نعيز هنا بقى عن G20 و G21 الحقيقة اللي هما المشين بياخد الأكواد في بعض الأهم بتبقى متغيرة يعني مثلا لو قيت على فانو هلا ان G20 دي انش يونت يعني بقول لي المشين انش يونت و G21 مترك يونت لا في بعض المشينز الأخرى يقول لك G70 و G71 هي اللي الانش و للمترك instead of G20 و G21 فأنت لازم تتعرف على المشين اللي انت هتشتغل عليها الأول متعرف ايه اللي اختلاف في الأكواد انما الكودز بصفة عما the vast majority of كودز الغالبية العظمية من الكودز بيبقى متفقين عليها حتى لو في اختلاف بيبقى عليه أسترس كده عشان يوضح لي ان هي بتشتغل زي تعالي نش وبعد كده بديني G80 اللي بتاعة ال cancel للسيكل ودي دائما بنستعملها برضو مع drilling cycle A و G81 و G82 لانا G81 بتاعة drilling cycle وأقدر S و G82 برضو بتاعة drilling cycle و G83 و G84 tabbing و G85 لل pour N عندي G90 دول من أهم بقى الحاجات G90 و G91 اللي absolute و incremental وإحنا استفضنا شرحا فيهم في الحاجات الأبل قد في السلايد السابقة شكرا ونراكم إن شاء الله في السلايد قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله